استقبل كذلك سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر كوب 27 مراد كرم وزير البيئة التركية ورئيس وفد تركيا المشارك في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ وخلال اللقاء أكد شكري على حرصه بصفته رئيس مؤتمر المناخ على التواصل مع كافة الوفود المشاركة في المؤتمر من أجل التعرف على الرؤى الخاصة بهم ومواقفهم إزاء مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة كوب 27 والمؤتمر الذي يساهم في خروج هذه القمة بنطائج توفقية من جانبه أشاد الوزير التركي بما لمسه من حصن تنظيم مصر المؤتمر المناخ مشيرا إلى حرص الجانب التركي على نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج التي تعزز عمل المناخ الدولي بشتى جوانبه ومؤكدا على ما توليه بلاده من أهمية كبيرة لقضية تغير المناخ اشتركوا في القناة